أولاً الشركات الأهلية القانونية التي تم اعتماده استأنس بكثير بقانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي وهي تجم تكون نوع من الشركات التابعة لقانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي وهو معترف به في العالم في العالم يسميه الاقتصاد الثالث لأنه فما أولاً اقتصاد دولة اقتصاد عمومي اقتصاد خاص والوجهة الثالثة هي الاقتصاد التضامني والاجتماعي وموجود في أكثر بلدان العالم وموجود خاصة حتى في البلدان الليبرالية الكبرى ويمثل جزء أهم من الاقتصاد في البلدان الليبرالية الكبرى ما يحلش محل لا الاقتصاد العمومي ولا الاقتصاد الخاص وإنما يواكب ويدعم هذين الاتجاهين من الاقتصاد في فرنسا مثلاً الاقتصاد التضامني والاجتماعي مثل حتى 10% من الناتج الداخلي الخام فما بلدان مثل بلدان الاسكندينفية قالي مواطن الشغل المخلوقة سنوياً المبعوثة سنوياً في الاقتصاد التضامني والاجتماعي تمثل 24% من مواطن الشغل ككل يعني هذا مخزون هام جداً ينجم يساند القطاعين الآخرين لا يحل محلهما وإنما يساندهم شنية طبيعته مش الناس تفهم أكثر؟ طبيعته هو أن الناس تتفق على الاستجابة لحاجيتهم الاجتماعية ناخو مثل بسيط في السنوات الستين كانت في تونس في كل في المدن خاصة في كل بلدية ثم روض أطفال تابعاً البلدي صحيح؟ اليوم ما عادش رياض الأطفال البلدي القطاع الخاص حل مكان لأنه بيزنس وفيه ربح وكذا لكن في بعض المناطق العمرانية ما فيهش ربح لأن الناس ما عندهاش القدرة الشرائية اللي مش مكانها وكذا ينجموا الناس يتفقوا ما بين بعضهم يلموا بعضهم ويقولوا شوف احنا مش نكريو دار جميع مش ننتدبوا زوزبوا روضات أطفال ونحطوا أولادنا عندهم ونتقاسموا التكلفة مش قايم على الربح مش قايم على الربح قايم أولاً للاستجابة والتضامن مبين يعني مجموعة من الأشخاص في منطقة ما للاستجابة إلى حاجياتهم الاجتماعية التي لا يستجيبوا لها لا نظام الدولة ولا نظام السوق يوم ممتن تم خلق زوزبوا تلكمات الشخص يولي اقتصاد هذا نوع ماذا يدير الروضة هذي يأخذينها كمثال؟ كيف يدير الروضة؟ ينجموا ينتدبوا من مروضات مثلاً واحدة متكلفة بالإدارة ينجموا بصفة تضامنية ويتفقوا أنهم يديروها ما بين بعضهم وهذه معروف جداً ولكن ما يلزمش نخليه الاقتصاد التضامن في هذا الإشكال فقط في هذا النوع من التدخل فقط نحب ناخو مثلاً تعاونية التأمين أكبر تعاونية تأمين في اليابان هي؟ تعاونية؟ يعني شركة أهلية؟ لا شركة تابعة للاقتصاد التضامن والاجتماعي وإحنا عنا في تونس هذه التعاونية التعاونية تعاونية الاكتماع مثلاً تعاونية تعاونية ميتشيل هذوما تعاونية هذوما تابعين للنظام الاقتصادي ما هي إذن خصوصية الشركات الأهلية بالنسبة للاقتصاد التضامن والاجتماعي؟ عندنا برشة خصوصيات تختلف عليها هذه أوجه التشابه أوجه التشابه هي هذه يقول لك بالمنطلق حاجية المواطنين نخلق الشركة وكذا النقاط التي تختلف هو أولاً هي مش تعاوديات مش جمعيات وأنا مش شركات يعني شركات عندها أسهم وحصص وكذا النقاط التي خاصة به أولاً كل واحد يملك حصة كل مساهم يملك حصة ما عندهش حق يملك أكثر من حصة الفصل ستة من القانون المطة ثمانية لا يجوز للمشارك أن يكون له أكثر من سهم واحد سهم واحد معناتها أنا أخاف من حاجة تخوفي هو أنها تصبح رزق البيليك ما يملك حتى واحد ما يحن عليها حتى واحد ما يقفلها حتى واحد في المشاكل المتاحة وكذا وهنا نقول وين ربما تسربت بعض الأخطاء لأن الفصل ثمانية المطة الأولى يقولها الفصل ستة المطة ثمانية يقولها لكن المطة تسعة التي تليها مباشرة تقول الاعتماد على قاعدة صوت واحد لكل عضو أيا كانت قيمة مساهمته من بعد الفصل ستة وتلاثين يتمتع كل عضو بصوت واحد اللي هو تكرار للفصل اللي كنا نحكي عليه المطة تسعة من الفصل ستة يتمتع كل عضو بصوت واحد مهما كان عدد الحصص التي اكتتبها بينما نرجو لقولنا لهو لقولنا واحد بارك هذه إشكال أول إشكال ثاني هو أن الشركات هذه جعلها القانون تحت سلطة إشراف إدارية إذا لما تكون محلية فأنا سلطة إشراف هو الوالي ولما تكون جهوية سلطة إشراف هو وزير الاقتصاد أنا منيش متأكد أن سلطة الإشراف سواء كانت الوالي أو وزير الاقتصاد سيكون له الكفاءة والمقدرة والموارد البشرية للإشراف على هذا والإحاطة خايف تكون نوع من التوظيف السياسي يعني اليوم ترى الشركات الأهلية ذا مشيت أكثر في التوظيف السياسي منها إلى التوظيف الاقتصادي خدر شفنا يعني كانت طريقة احتفالية بعث أو الشركة أهلية سيراثي أي بحضور رئيس الجمهورية بعض ملاحظات سريعة سريعة خدر عرفتك في الوقت يقول فاسل ثمانية وخمسين زيادة على الحصاص المكتتب بها يجب على كل متصرف أن يكون مالكا لعدد من الحصاص أما إحنا قلنا القانون يحكي على المرسوم يحكي على نظام أساسي نموذجي تم إصداره حسب رأي ما تمش إصداره إلى لحد الأن كونه شركات لكن بأي قانون بأي نظام أساسي ما نعرفوش القانون يحكي على مجلس إدارة ويقولش ما هي مدة مجلس الإدارة هذه لكن في مفاصل على الجمعية العمومية العادية يقولك كل عام تشتبع وتنظر في مجلس الإدارة في إذا كان كل عام بش يبدلوا مجلس الإدارة بش يدخلوا في تغيرات دائمة اللي مش مش تمكن الشركات هذه بش يكون عندها برامج واستثمارات وكذا وكذا هذو ما تقريب بعض الإشكالات المطروحة هذية تنجم تكون رسالة مواجهة لرئيس الجمهورية فيما يخص شركات الأهلية هذية للي كتبوا القانون شتقول لهم مثلا ماذا بيه ربما يتأكدوا من مراجعته ولا حاجة هكذا أو من مواكبته لحاجيات المواطنين وما كانش مش تدخلوا في أمور سياسية ومش مش تحلق لا الثروة ولا مواطن الشغل اللي احنا نصب إليها